جاء الوالد من الكويت بعد انقلاب عسكري حصل في دمشق وكان في دمشق التي وصلها في العام 1952 في العام 1949 كان عمل سكرتيرا لنائب رئيس مجلس النواب السوري الشيخ الدكتور مصطفى اسباعي وايضا اتصل بمجموعة من جيل الاساتذة الكهول الذين كانوا في الاربعينات او الخمسينات من عمالهم في ذلك الوقت الذين عاصروا النكبة منهم الاستاذ نمر المصري والاستاذ نمر المصري يعتبر الوالد هو استاذه في السياسة وايضا فكريا والشيخ داود حمدان الشيخ تقييدين نبهاني واخرون وكان ايضا عندما في حيفا في السنوات الاخيرة من اقامته في حيفا بدءا من المراهقة وحتى مغادرتها اتصل بكان اكثر الناشطين في العمل السياسي مما يعني من الاحزاب اليسارية وكان مع اميل حبيبي في خلية واحدة وهذا انا عرفته عندما جاء اميل حبيبي الى الرباط وزار والدي هذا في مطلع التسعينات وتحدث مليا في هذا فكان له خبرة يعني كان له خلفية ولو انها كانت غضة بألوان مختلفة من العمل السياسي واتصور هو نشأ في بيئة دينية عائلة متدينة احتك بما يسمى اليسار الفلسطيني او اليسار بشكل عام في فترة كانت حيفا هي الثقل السكاني وثقل مهم واساسي واقتصادي في فلسطين حيث القسام والقسام كان من اصدقاء جدي محمد سعيد اللي هو ابو خالد وكان بعض الاجتماعات تعقد في الطابق العلوي من المنزل وكانت جدتي اشارات لي في هذه الغرفة كان يتم اللقاء من صورة من الصور المنزل فهذه من جهة وثم التقاؤه بالسباعي والتقاؤه بنمر المصري وبالنبهاني وبشخصيات مهمة كالزرقة ومحمد المبارك هذه كلها وسعت الافاق وايضا اعطته يعني وفرت له الحقيقة صلاة واسعة ومعرفته مثلا بالشيخ فهد صباح اللي هو كان ذلك الوقت اخول الامير كانت من دمشق وبالشيخ علي عبدالوهاب المطوع وطوع الذي عمل والدي معه عندما عاد الى الكويت في البداية كانت من دمشق فعندما جاء الى الكويت فكان له يعني ذخيرة من الصلاة لكن الوالد لم يستمر في العمل مع الشيخ علي عبدالوهاب حيث كان يدير مصالح اقتصادية له لانه من كبار التجار في الكويت انتقل للعمل في مجلس الانشاء كمساعد لامين سر المجلس الانشاء الذي اصبح اسمه المجلس البلدي فيما بعد ويتستطيع ان تقول انه كان ام الوزارات حيث لا وزارة غيره في الكويت قبل الاستقلال وبعد ذلك اصبح هو امين سر المجلس البلدي الكاتب العام مثلا لا ام الوزارات بس يعني لانه هناك ما كانش طبعا لم يكن هناك وزارة خارجية او وزارة دفاع لكن في مصالح الصحة والمصالح البلدية والى اخره فكانت كلها متركزة في مجلس الانشاء اللي اصبح اسمه المجلس البلدي وكانت احيانا يكون فيه انتخابات للمجلس البلدي لان الكويت عرفت حياة سياسية قبل الاستقلال وكان هناك حركة سياسية مناوئة للبريطانيين والحركة السياسية كانت حاضرة ومتصلة بامتداداتها العربية في العراق وفي مصر ايضا فكان هناك من يتحزب من الكويتين للنادي الفلاني في العراق الثقافي او للحزب الفلاني في مصر وهكذا فكانت حاضرة وكان هناك بعثات للفلسطينيين تأتي للتدريس من قبل الثمانة واربعين ولم تكن تأتي بدوافع مالية يعني مثلا الحاج اميل الحسيني ارسل بعثة بغرض دعم التعليم في الكويت يعني وهناك رواد فلسطينيين في هذا المجال جاءوا قبلا ومنهم من جاء قبل النكبة لغرض التعليم والتدريس الوالد في بداياته كان عمله سياسي في مجال آخر ضمن أحد الأحزاب وكان مسؤول عن يعني كان هو مسؤول عن إقليم الكويت والعراق لكن حصل فيه خلاف في هذا الحزب حول مفهوم الشورى واستقالت القيادة يعني رئيس الحزب كان يرى أنه يعني كالنبي بين أصحابه وهناك رسائل متبادلة في هذا المجال بينه وبين الوالد محفوظة وأنا أيضا اطروحة الماجستير لدي في الجامعة الأمريكية في القاهرة كانت حول هذا الأمر عن مفهوم قواعد النظام العام لديهم وإن شاء الله يعني أنا تأخرت في نشرها هي مكتوبة من حوالي 30 سنة لكني أنا يعني كسول في النشر الحقيقة لكن وهي كتبت باللغة الإنجليزية لكن أنا أعدت نص بالعربية يعني وهو بحاجة للمراجعة إن شاء الله ينشر شايف فهو عندما جاء كان له ذخيرة المهم نتيجة الخلاف حول إلزامية الشورى من عدمها استقالت القيادة الحزب وكان الوالد من هذه القيادة وكانت فترة معاناة له وهذا الكلام كان في الخمسة خمسين ستة وخمسين بعدها تم لقاءه بين يعني شخصيات فلسطينية أخرى هناك من اتصل به وكان من كما تعالى يعني هو معروف كان من المؤسسين حركة فتح التي أنا خبرني عادل عبد الكريم رحمه الله أنه التقى في أبو عمار في الكويت وأبو عمار أحضر أبو جهاد وهو أحضر عبد الله الدنان وبهم بدأت الأمور طبعا كان هناك في مناطق أخرى أيضا بدايات مشابهة وطم الاتصال في الوالد وبآخرين منهم فاروق القدومي وآخرين في الكويت وكان هناك في قطر مثلا محمد يوسف النجار محمود عباس رفيق النتشي وفي أخطار أخرى في السعودية كان عبد الفتاح إيسى الحمود وهكذا كما العدوان كان في قطر هؤلاء التقوا وكونوا حركة فتح الوالد من خلال علاقته الخاصة بالشيخ صباح وأنا كنت أحيانا عندما يمر الوالد زيارته هي أكون مع الوالد يعني أذكر أكثر من زيارة يعني له زيارات في المنزل يعني فكان الكويت احتضنت هذه الفكرة بصمت وقدمت لها دعما ماديا أتذكر مهم في ذلك الوقت حوالي ثلاثة ألاف دينار أو شيء من هذا القبيل يعني أنت تتحدث عنها شوالي عشرة تلاف دولار هذا الكلام في يعني أوائل الستينات وأيضا وفرت لها مكتب طبعا غير معلن عنه في الكويت وهذا الوالد أشار إليه في الموسوعة الفلسطينية عندما طلب منه أن يؤرخ لفكر وتأسيس حركة فتح ومن يريد يستطيع أن يراجع الأمر فكان الاحتضان للفكرة وحتى بين العائلات الكويتية لأنه كمان الكبيرة والمهمة لأنه الوالد موقعه في المجلس البلدي وهو الصلة بالناس بالكويتيين بشكل خاص جعل إقامة مثل هذه العلاقات ومراكمتها على الصعيد الشخصي مهمة لدرجة مثلا الوالد كانت تربط صلة قوية بعبداللطيف نيان الغانم اللي هو انتخب رئيس المجلس التأسيسي الذي صاغت دستور الكويتي الأول بعد الاستقلال المباشرة الذي حضر للبرلمان وهذا كان من المتمردين أصحاب المطالب السياسية واعتقل في صغره وهو لم يبلغ العشرين كان عمره 17 سنة أو شيء من هذا النوع والمهم في الستينات في 61-62 عندما عد الدستور أيضا الوالد كان يطلب منه عبداللطيف بحكم الصداقة بينهم والوالد بثقافته وإلى آخره مع الفقيه الدستوري المصري الذي كلف بالإشراف على إعداد الدستور أنا لا أريد أن أذكر الاسم أخشى أني أكون أخطئ فيه لكن الاسم حاضر وهو معروف الاسم فقيه مصري كبير فمن هنا كان الوالد حاضر في الكويت طبعا بعد معركة الكرامة كان في حديث كنت أسمع أن الوالد يريد أن أتفرغ للعمل الفلسطيني وكان يعدنا لهذا يعني طلب قام بأن الوالد تتعلم قيادة السيارة لأنه لن يكون موجود أحضر سائق للمنزل صار يعني ينبه لنا في أشياء معينة الوالد طبعا لم يقدر له أن يدخل جامعة هناك كثير من يتحدث أنه أرسلته عائلته للدراسة في لندن هذا كلام غير صحيح لا أساس له لأن الوالد كان يتيما وهو عمره 13 سنة وكان مضطر أن يعمل في التدريس وفي أشياء أخرى حتى يستطيع أنه يقيم أود عائلته وكان لهم طبعا بقية من الإرث لكن هذا لم يكن يدر عليهم مالا كافيا شايف؟ ولأسباب يعني لا مجال لذكرها الآن وهناك من يقول أنه هالعائلة مش عارف هناك حتى من يخطئ في مكان العائلة نحن في حيفا عائلة شيخ حسن موجودة في حيفا ومعروفة كان ابن عمه شيخ اسماعيل حسن كان سكرتير للمجلس البلدي الخاص في حيفا وعائلة الشيخ حسن معروفة بالتجارة وفي العقارات هو كون نفسه بنفسه هو درس بالمراسلة هو درس بالمراسلة مع جامعات بريطانية لا هذا قام به عندما عاد جاء إلى الكويت يعني هو لما جاء إلى الكويت لم يكن جامعية هذا لا هذا في الخمسينات بعدين هو من خلال علاقاته كان واسع يعني علاقاته واسعة كانت مع الأهالي في حيفا عائلة كان في عائلات مسيحية مهمة في حيفا فكانت تربط فيها علاقات قوية وأيضا كان له علاقات مع العديد من بوجود الإنجليز كان يحتك فيهم وعمل في أمور معينة باعتبار أنه كانت بريطانيا هي المنتدبة في فلسطين فكان الاحتكاك يعني كبير وكان له صدقات فمن هنا لغةه الإنجليزية القوية نسبيا واللي غذاها بالقراءة والمطالعة باستمرار وهو كان قارئا نهيما وما زلت عندما أطالع وجزء مهم من المكتبتنا الكبيرة الآن يعني حوالي خمسة على الأقل هي من الكتب التي أحضرناها من الكويت والوالد يعني كانت من الكتب التي اقتناها الوالد تجد عليها ملاحظاته فهو كون نفسه بنفسه بالمراسل كما قلت لك ومن هنا هو ثقافته متميزة متنوعة عندما تقرأ له مثلا الأزمة اللبنانية تتصور أن أحد عتاة الماركسيين هو الذي كتب هذه المقالة عندما تقرأ له لكي لا تكون القيادة استبدادا أو إشكالية الدموقراطية تقول من هو هذا المفكر أذكر أنه أحد الباحثين المصريين المتميزين كتب دراسة عن الفكر الوالد أسمها فلسفة العودة ونشرت في مؤسس الدراسات الفلسطينية نشرناها في كتيب في مركز مؤسسة خالد الحسن هنا عندما أرسلتها لأحمد خليفة رحمه الله الذي كان يشرف على تحرير مجلة مؤسس الدراسات الفلسطينية في بيروت قرأها قال لي يا أخ يا سعيد هذا الوالد يظهر أنه هو مفكر إسلامي لكن نحن نعرف الوالد ونجلس معه وأحمد خليفة يعني قال فيته يسارية وحاركت قومين عرب قال لي هذا ليس خالد الحسن الذي تعرفه فقال لي هل يعني أنا أشك في مضاقية هذه الدراسة قلت له هذه يعني كلها موثقة قال لي هل لديك مانع في أن نطلع عليها عمك بلال أنا كنت أريد أن أقترح علي هذا لكن سعيد أنه هو الذي اقترح نطرح عمك بلال وهو من أقرب أصدقائه ونرى ماذا يرى قلت له لا بأس ففعلا اتصل في بلال وأطلعه على الدراسة فضحك بلال قال له هذا هو أبو السعيد الذي لا تعرفونه فهو رجل له يعني ونحن الآن بصدد الانتهاء من إعداد أعماله الكاملة هو يعني رجل فكر له رؤية الفلسفية ورجل رؤية استراتيجية ومحلل سياسي ومناضل التحليل السياسي يواكب الممارسة وهذا نادر في حقبتنا الحالية ولا تكاد يعني قد تكون هذه الأعمال شيء ملفت وأيضا هو أديب فدراسته متميزة وأظن أنه نشرها سيكون إضافة مهمة للتراث النضالي الفلسطيني بشكل خاص طبعا والعربي بوجه عام والإنساني أيضا لأنها أظن دراسة يعني تعطي صورة مهمة عن الفكر التحرري العربي بأبعاده الفلسفية وبنكهته الأدبية وبنظرته التحليلية لواقع السياسي الإقليمي وبأبعاده الدولية ترجمة نانسي قنقر